السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحبة هل هناك فوائد لزيارة أو عيادة المريض؟ لماذا أمر النبي بذلك وعتبر هذا الأمر حقا من حقوق المسلم على أخيه؟ لماذا الله عز وجل يجيب دعائك إذا زرت المريض؟ لماذا نتقرب إلى الله بزيارة المريض؟ طيب هذا الجانب الذي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هناك سؤال أيضا يتعلق بالعلم الحديث هل زيارة المريض الإطمئنان على المريض أو عيادة المريض يؤثر على النظام المناعي للإنسان؟ هل يرفع هذا النظام المناعي؟ هل هناك فوائد طبية أو نفسية؟ هذا ما سوف نتأمله اليوم أيها الأحبة هناك دراسة حديثة تبين أن زيارة أو رؤية المريض يعني أنت عندما تزور المريض تطمئن عليه تواسيه بكلمة تنظر إليه بعين الرعاية والعطف والحنان هذه العملية يقول العلماء إنها تعزز النظام المناعي للزائر يعني فيها فوائد ليس فقط للمريض بل لمن يزور المريض أيضا وهناك أيضا فوائد للمريض الإطمئنان عليه والحديث معه وزيارة هذا المريض أيضا فيها فوائد أنها تخفف عنه المعاناة والألم وتحسن وضعه النفسي بشكل رائع جدا طبعا النظام المناعي للإنسان أيها الأحبة حساس جدا تجاه ما يشاهده ويعتقده يعني تحدثنا عن دراسة لجامعة هرفرد تقول إن نظرتك الإيجابية للحياة تعزز نظام المناع لديك يعني جاء بإنسان ينظر للجانب الإيجابي للحياة دائما متفائل هذه جامعة هرفرد طبعا وجاء بإنسان دائما متشائن وينظر نظرة سلبية دائما ينظر للجانب السلبي في الأمور لا ينظر للجانب الإيجابي الذي يدعوه للتفاؤل والفرح والاستبشار دائما ينظر للجانب السيء ويتوقع السوء والأسوأ عندما درسوا نظام المناع لهذا الشخص وهذا الشخص تبين أن المتفائل لديه نظام مناع أفضل وأقوى ويعيش عمر أكبر إذا كان إذا اتخذ النظرة المتفائلة للحياة اتخذها سياسة في حياته يعني منعجا له صحته تكون أفضل حتى إن كسبه للمال أفضل علاقاته تكون أفضل ثقة الناس به تكون أعلى انظر معي مجرد الشخص هو ذاته مجرد أن يغير نظرته للأمور يتأثر هذا النظام المناعي لذلك عيادة المريض زيارة المريض الإطمئنان عليه الكلام معه الكلام الطيب ونحن نعلم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام قال والكلمة الطيبة صدق أنت تتصدق بالكلمة على من يحتاجها هذه العملية عملية زيارة المريض تقوي نظام المناع الحقيقة هناك باحث اسمه مارك شيلر من جامعة بريتش كولومبيا بنتجة خبرته وبنتجة دراساته التي قام بها يقول هذا الباحث إن مجرد أن ترى هذا المريض وتطمئن عليه فإن نظام المناع لديك يتحفز ولكن إذا ترافقت عملية رؤية المريض بالخوف من العدوى فإن نظام المناع يتعب ويتأثر لذلك هنا نحن لدينا حديث نبوي عظيم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة النبي يريدك من خلال هذا الحديث أن تكون قويا وتعتقد أن كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى فالعدوى لا تتم إلا بأمر الله لأنك تجد في نفس البيت إذا دخل فيروس أو بكتيريا معينة أن هناك شخص يصاب ويتأثر وأخوه لا يتأثر مع أنهما في نفس البيئة ونفس المكان ونفس الظروف يتعرضان لها فعندما تنظر نظرة إيجابية دائما للأمور يكون نظام المناعة لديك أقوى لديه قدرة أكثر على مقاومة الأمراض وبالتالي أخي الحبيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبعدنا عن هذه الوساوس وقال لا عدوى يعني إلا بأمر الله سبحانه وتعالى ولا طيرة ولا هامة يعني الإنسان ينبغي أن يكون متفائلا ولا يتشاءم ولا يعني يسيطر اليأس على نفسه ودائما ينظر للجانب السيء في الأمور لا انظر إلى الجانب الجيد في هذه الأمور لذلك هنا أنا لدي حديث قدسي يعني مهم جدا أنك إذا أردت الله تجده عند المريض عند إنسان جاء عند إنسان محتاج انظر معي ماذا يقول الملك سبحانه وتعالى يقول الله طبعا هذا الحديث مخاطبا عباده جميعا أريدك أن تتخيل أخي الحبيب أن الله يخاطبك أنت شخصيا أنت المقصود بهذا الحديث لأن حديث النبي لم تنزل لأناس في المريخ نزلت لنا لي ولك فأي حديث موجه لعبد من عباد الله أعتبر نفسك أنك أنت المقصود بهذا الخطاب يقول الله تعالى استطعمتك فلم تطعمني فيقول يا رب وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين يستغرب الإنسان وهذا طبعا يوم القيامة هذا الخطاب يكون بين الله وبين عباده يوم القيامة فيقول الله تعالى أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي سبحان الله يعني أنت تريد رضا الله تريد أن يحبك الله عز وجل إياك أن ترد إنسان يطلب منك الطعام أو إنسان فقير يحتاج لمساعدة ولو بالقليل ساعده ولكن لا تكسر بخاطر أي إنسان حاول أن تفعل ذلك ثم يقول الله تبارك وتعالى ابن آدم استسقيتك فلم تسقني يعني طلبت منك الماء فالعبد هنا يقول يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين استغرب يعني هل الله بحاجة للماء وهو خالق الماء سبحانه وتعالى فيقول الله عز وجل إن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه يعني طلب منك الماء طلب شربة ماء أو طلب ثمن الماء ليس لديه ثمن الماء ثم يقول الله له أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم مردت فلم تعودني هنا أيها الأحبة هذا التعبير فيه يلامس القلب كأن الله يعني عندما شخص يمرض ولله المثل الأعلى فكأن الله يريد أن يقول لك إن زيارتك لهذا المريض أو هذا المريض بحاجة لرؤيتك لأنك ستجدني عنده وستجد ذلك عندي وأنا سأجزيك بهذا الأمر يعني الله عبر بهذه الصيغة وحاش له أن يمرض مردت فلم تعودني فيقول العبد يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين الله هو خالق المرض كيف يمرض ولكن تماما مثل في القرآن الكريم الله هل يحتاج المال؟ لا ولكن عندما عبر عن القرض الحسن ومقدار الثواب والأجر العظيم الذي يأخذه من يقرد في سبيل الله من دون مقابل من دون ربا كيف عبر القرآن عن ذلك؟ لم يقل من ذا الذي يقرض الفقير أو المحتاج أو السائل قرضا حسنا لا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا فكأنك عندما يسألك الفقير هذا القرض فكأنما أنت تقرض الله عز وجل تخيل معي هذا الموقف أن الله عز وجل يريد أن يقول لك إنك لو زرت هذا المريض أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عنده فكل من يبحث عن محبة الله عن رضا الله عن القرب من الله عز وجل ابحث عن إنسان محتاج لمساعدة إنسان محتاج لطعم إنسان يحتاج لمريض يحتاج لمواساة بكلمة إنسان مهموم يحتاج أن تواسيه بكلمة لا أن تزيد همه فهذا هو المؤمن أيها الأحبة المؤمن دائما يشع نورا في كل تصرف يقوم به تجد فيه الخير تجد فيه المنفع للناس لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرف لنا خير الناس ماذا قال قال خير الناس أنفعهم للناس فإذن خلاصة هذا اللقاء أخي الحبيب لا يعني تتكاسل فإذا مرض فلان تهرب إنسان احتاجك في خدمة قدم ولو القليل ولو الكلمة لأن الكلمة الطيبة صدقة يا أخي قدم الابتسامة النبي عليه الصلاة والسلام يقول وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة قدم له ابتسامة كلمة طيبة مواساة رسالة ترسلها له إطمئنان دعاء بظهر الغيب الإنسان يفرح بالدعاء وبالتالي ينبغي أن نهتم بهذا الجانب أيها الأحبة فإذا اهتممنا بهذا الجانب ثق تماما هذا الأمر سيزيد من سعادتك سيزيد من حب الله لك وبالتالي الله يسخر لك الكون إذا أحبك الله ثق تماما أن الكون كله سيسخر لخدمتك ستشعر بالإطمئنان ستشعر بالسعادة أيضا أقول جامعة هارفرد من ضمن الأبحاث والدراسات الكثيرة التي قامت بها ضمن سلسلة أبحاث السعادة تقول إن الإنسان الذي يقوم بإعطاء المال لمن يحتاجه أو يقوم بمساعدة إنسان محتاج يقدم له خدمة مجانا يكون أكثر سعادة ممن يأخذ المال يعني المعطي يكون أكثر سعادة من آخذ المال لأن آخذ المال دائما فيه شيء من الحاجة والذل يبقى في نفسه شيء أنه هو اليد السفلى والمنفق واليد العليا فلذلك زيارتك للمريض مصدر سعادة لك الكلمة الطيبة مصدر سعادة لك أن تساعد إنسان محتاج مصدر سعادة لك أيضا للأسف الشديد معظمنا نسي هذه المفاهيم واعتبر أن الإسلام مجرد عبادات حركية صلاة وصوم فقط ويظن أن هذا يكفي أو أن هذا سيدخله الجنة لا أخي الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا والله عز وجل يعطي أجرا عظيما على مثل هذه الأعمال أكثر من الصلاة والصيام حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام له حديث يدلنا على عمل أجره يفوق الصلاة والصيام والزكاة وحتى الجهاد قال إصلاح ذات البين أن تصلح بين اثنين أن تصلح بين رجل وامرأته وتنقذ هذه الأسرة من الخراب والدمار أن تصلح بين اثنين متخاصمين إصلاح ذات البين فلذلك أحبة في الله اجتهدوا في مثل هذه الأعمال وهي بسيطة وميسرة على من يسرها الله سبحانه وتعالى لنعيش حياة سعيدة في الدنيا ونحظى بمحبة الله ورضاه في الدنيا والآخرة ونكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر